السلام عليكم وأهلا بكم معايا مرة تانية أنا مرة وشاهين في فيديو النهاردة خليني أشارك معاك وتجربتي مع كل مرتبات زبادي شوب اللي أنا جربتها في 2023 وآخر 2023 مش من أولها والحقيقة وهمت بيها وأنا شايفة إن فرصة كويسة قوي إن الفترة دي في عروض تقدروا إن أنت تستفيدوا منها وخاصة في الستورز مش أونلاين يعني اتعابوا شوية لو أنتم من القاهرة وممكن تروحوا مثلا دندي مول أعتقد فيه فرع وفيه فرع في مول مصر ومعرفش فين تاني الحقيقة بس بجد استهلوا أنتم تروحنهم خليني كمان أوضح نقطة إنه يعني أنا ممكن هقولك مثلا مثلا البادي باترز بتاعة الشيعة عندهم بتكون فيها مثلا زبدة الشيعة زبدة الكاكاة وفيه زيت اسم الباباسو فلنفترض إن أنا أقدر توفر كل المنتجات دي بكوالتي عالية أنا لو عملتها في البيت برضو مش هتطلع الزبدة بتاع الزبادي شاب يا جماعة فكرة إن أنا أجيب حاجة وأعملها في البيت هي مهيش طبخة لأ بيبقى فيه حاجات تانية ومكونات تانية وبيتم تعديل الزبدات بشكل معين عشان تكون وبدأ أكتر عشان تكون قابلة للامتصاص بشكل أسرع ما تبقاش يعني هاتي أنضف زبدة شيعة وأنضف زبدة كاكاة ويمكن زبدة كاكاو شوية بتتشرب أسهل هتبضل على جلدك لحد ما تتخسليها واتطلع حبوب وهتبهدل الدنيا فما هيش خلطة أنا أعملها في البيت وإلا ما كانش حد غلب وكان 60 ألف براند بقوا زبادي شاب هي الحقيقة أن هي بتبقى توليفة بيعلنوا عن جزء كبير منها ولكن بيبقى فيه جزء خفي شئنا ما بينه يعني طرفنا بدأ أو ما اعترفناش به مستحيل يقولوا الوصفة كاملة عشان المنافسين قبل العملة زائد أنه بيبقى فيه كميات محددة طريقة صناعة محددة معالجة للزيوت والزبدات بشكل معين فإن أنا مثلا أكون مهومة ببراند معين أو أقول إن هو تحفى ده مش معناه إن أنا بقوله خلاص بكون شفت منه نتيجة معينة خليني أقولكو أميز حاجة هتشوفوها في مرتبات عموما زبادي شوب هي نظارة الجلد كل السكينكير البادي كير بتاع زبادي شوب اللي أنا جربته باختلاف وظيفه بيقوم بوظيفته أو ما بيقومش وغالبا 99% وبالفعل بيقوم بالوظيفة اللي بيقولها أو بيوعد بيها إلا إنه المرتبات عمتا أو السكينكير البادي كير بتاعهم بيد الجلد نظارة بيخلي جلدك متغزي بيخليه الشباب بتحس إن أنت جلدك رغم إن أنت عملت له خطوة أو اتنين بالكتير إلا إنه بتحس إن هو بقلك فترة بتاعتني به وده بتشوفيه في خلال مثلا شهر يعني مش فترة طويلة بجد بتشوفي منه نتيجة روعة وأنا كحد الحمد لله جرب برندات كتيرة قوي من المرتبات بفعة الجسم ودي حاجة أنا ممكن نصرف فيها ما عنديش مشكلة أنا بقول لكم إن التوب هو زبادي شوب وأنا عارفة إنه قبل كده أنا قلت لكم نترطبه ومش أحسن حاجة وده لإن هم عاملين كاتيجري كتيرة ومختلفة وكلها شكل بعضها في الباكيتجات فصعب إن كنت تتفرق بينهم إلا بعد تجربة فترة فأنا جاية نقل لك تجربتي وأسف على الرغي ولو أنت مهتمة لايك للفيديو واشتركوا بالقناة وفعلي زر الجرس ويلا بينا وأول حاجة خليني أكلمكم عن البادي يوجرد وهي أنا عندي بس بريحة الأفوكادو ريحة الأفوكادو هي ريحة أفوكادو قوي كأنك جايبة كده إشراية أفوكادو بتشميها وزي البامبو وزي الحاجات الخضرة ريحة خضرة كده قوية هي في البادي يوجرد نوعا ما مسكرة فأنا متقبلها قوي أنا عندي كمان منها الليب بالم والبطر ليب بالم وفي كمان عندي الزبدة بتاعة الجسم لكن هي أفضل ريحة للأفوكادو موجودة في البادي يوجرد وفي الليب بالم اللي هو الاستيك ريحة مسكرة نوعا ما لكن في الباقيين هي عمتنا ريحة خضرة قوي وتحسيها نفس ريحة إشرة الأفوكادو فلازم يعني تكون متقبلة رواحل من النوع ده في كل الأحوال ولا ريحة فيهم بتستمر يعني عشر دقايق وكل حاجة بتروح لحالها لكن ترطبها ممتاز جدا بشرة دهنية حلوة قوي أنا بالنسبة لي في الصيف كنت بحطها لما بحيث عادي ترطيب سريع بعد الوضوء في الشتاء مش أفضل حاجة بالنسبة لي أنا كبشرة جفة بفضل أكتر البادي لوشن وكمان البادي بطر ولذلك هي مستمرة معي لحد كده منها يوبا أنها بتخلص بسرعة جدا وده برضو لإني يمكن أنا بشرة جفة فبستهلك منها كتير فيمكن لو أنت بشرة دهنية هتكون مناسبة ليكي صيف وشتاء في منها روايح كتيرة قوي وزي ما قلتلكم لو أنت في الستور نفسه هتلاقي فيه تسترطي أقدر تجربي وتشمي براحلك خالص لكن روايح زبادي شبهي أقرب للطبيعي يعني المنجة ما تتوقعش غير أنها تكون منجة الفراولة نفس الكلام الأفوكادو نفس الكلام كل الراوايح هندوم كأنك بالضبط جايبة لحاجة من أي مكان كده طبيعية وبتشمي فيها وبعد كده خليه أكلمكم عن البادي كريم والبادي كريم عندهم في برطمان يعني زي الدهن زي ما أنتم شايفين كده أنا ما جربتش أي بادي كريمات تانية أنا جربت الريحة دي لأن أنا كنت عايز جيب حاجة بريحة الفراولة وكان عندهم نوعين أنا بالنسبالي ده عجبني أكتر وخدوا بالكو ساعات بتشموا التستر تحس روحت غريبة لكن لو أنت شميت الكريم نفسه أو برطمان لسه مفتوح جديد بتبقى ريحته جميلة وده اللي حصل معي في الريحة دي حستها ريحتها وحشة قوي وبعدين لما هي قيت لتبس سبوري طبعا لو رحت مول مصر في بانوتها هناك اسمها صفا دي أستاذة بجد ما شاء الله عليها عارفة كويس قوي هي بترشح إيه لمين وبتجيب لك الحاجة اللي انت عايزها وولا مرة خيبت معي في اقتراحتها صراحة هي اللي قالتلي اسبوري هشميمك الريحة من برطمان لسه مفتوحة جديد وهتلاقي الريحة جميلة وعجبتني وخدت منها كان عرض قطع عليها قطع الريحة دي عبارة عن ريحة فراولة بالمسك وريحة نظافة والفراولة فيها مسكرة وجميلة جدا جدا الريحة دي بتستمر دي من الرواحة اللي بتدوم بس مش طول الليل مثلا ولا التاني يوم ولا كده بس ممكن تقعد معاكي مثلا 4-5 ساعات ودي بالنسبة لي حاجة كويسة قوي من بادي كريم ترطبها كويس جدا يعني أنا شايفان هي قريبة من كونها بادي بطر ولكن مش تقيلة قوي بترطب الجسم بشكل ممتاز أنا بالنسبة لي بمرضية حتى في الشتاء جميلة صراحة وزي ما قلتلكم راحتها رقيقة وتحفة ولو دعمتها بادي مست بريحة الفراولة بتبقى رهيبة كمان خليني أكلمكو عن البادي لوشانز وهما عندهم برضو أنواع كتير أنا عندي الألموند ملك وعندي اللي بالليمون وعندي كمان اللي بالشية والألموند ملك ده كان نزل في عرض كان بـ 200 وشوية كان بـ 200 وعشرين حاجة كده وطبعا ده سعر أصلا اللوكل براند يعني عمتا اللي بالليمون ده هو هندي كريم وبادي كريم في نفس الوقت وطبعا الاتنين هتلاقي مكتوب عليهم أنه هم Intense Mosterizer فهو ترطيبه عالي فهو حتى هتحيس أنه هو قوامه قوام بادي باتر أو ما بتشربش كمان بسهولة اللي بالليمون ده ريحته ليمون مشي خلينا متفقين دايما أن الرواية هتكون طبعية جدا فلو أنت ملكيش في ريحة الليمون هتنفري منه جدا أنه ريحته قوية برضو ما بتدمش بس وانت بتحطيه أنت شم ريحة الليمون بمنتهى القوة لمون فقط بس ترطيبه رائع وده كان من ترشيح حبيبتي أسماء ربنا يباركلي فيها يعني هي قايتلي مروهة تيها يعجبك جدا وكان في عرض كويس وفعلا جبته هو والغسول بتاع البشرة والاتنين عجبوني جدا ترطيبه ممتاز سواء هو أو الألموند ملك الاتنين نفس القوام لكن الألموند ملك ريحته يعني ريحت الألموند كده مع إحساس إرفة على خفيف وبردو الريحة ما بتدمش ترطيبهم يجنن هما والبادي كريم قريبين جدا من نفس ترطيب البادي بطر بس طبعا البادي بطر أتقل لكن يعني هما بالنسبة لي كمشرة جفة مرضيين جدا 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 وطبعا 200 ملي العبوة نفسها بتضغطي عليها بمنتهى السهولة بتنزلك المنتج استعمالها سهل جدا كلهم غنيين بزدة الشاة وزدة الكاكاو وفيتامين إي وطبعا المواد الفعالة اللي موجودة فيهم وزي ما قلت لكم اللي بالليمون طبعا فيه تفتيح تقدر تستعمليه كمان لإديكي فيه تفتيح وفيه ترطيب وفي نفس الوقت طبعا فيه تعقيم على خفيف طبعا لا يعتمد عليه ولكن الليمون هو معاقم بشكل طبيعي ومفتح وأنت بكتيريا لو فيه ريحة أو حاجة زي كده بجد ممتازين جدا جدا وزي ما قلت لكم حتى بتاع الشاي أنا الحقيقة لسه ما جربتوش عشان بس ما كنت شبافتي ما جربتوش كتجربة كاملة لكن جربته على إيدي الناس اللي ملكيش في المرتبات التقيلة ممكن ما يجبوكيش فبلاش نتغرف كلمة body lotion هما مكتوب عليهم إن هما للبشرة الجفة لشريدة الجفاف ونيجي بقى للزبدات الزبدات كلها اللي موجودة عندي كلها مكتوب عليها ترطيب 96 ساعة وكلها من البشرة الجفة للبشرة شريدة الجفاف ولكن هما عندهم تصنيفات تانية لبشرات هتلاقي مكتوب عليها من العادية للجفة هنا بقى اللي أنا كنت بقول لكم عليه في أول الفيديو إن هما عندهم تقسيمات تحسين إن هما فيش فرق لكن لازم تقرأي اللي موجودة عليها إذا ما هما مكتوب كده 96 ساعة ترطيب يبقى يديك ترطيب حلو أنا كنت جايبة واحدة مكتوب عليها فور دراي سكن ولكن مكتوب عليها 48 ساعة ترطيب ترطيبها ما عجبنيش خالص أخف من البادي لوشنز اللي موجودة معي النهاردة إيه الفكرة أنا معرفش يعني مش فهنة بصراحة قوي ولكن خليني أقول لكم إن أنا مجمع لكم النهاردة كل الزبدات اللي ترطيبها قوي أولهم الشية طبعاً الشية والشية راحتها نظافة راحتها كده كأنك واخد شاور نضيف وكمان جوز الهند راحتها يعني بودرية قوي 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 مع ريحة تشبه شوية ريحة البتاعة ده اللي هو براحة جوز الهند اللي هو السوبيا نفس الريحة كده بس برضو الريحتين مش بيستمروا سواء دي أو دي بتختفي يمكن الجوز الهند بتستمر شوية بس الريحة بودرية والاتنين ترطيبهم قوي جداً 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 مناسبين لو أنت بتستعملي ليزر لو أنت عندك حساسية عارفين الإيد الحاجات اللي هي بتبقى حولين الضوفر دي لو عندك حد عنده الموضوع ده سحر يعني أنا عايز أقول لكم جربت حاجات كتير جداً والدكتور اللي كاتبها وحاجات غالية زدت الشية قضت على ده بشكل نهائي وكان أصلاً يعني الحد اللي استعمل الزبدة كان الموضوع عنه صعب جداً جابت معاه من آخر إلى آخر خلال أربع أيام كانت سحر رغم أن أنا لما عرضت عليه نوعي استعماله ما كانش مقتنع أبداً قلت له بس أنت مش خسرين حاجة اسمع كلامي سواد الليل خد البرطمان حطه جنبه لأنه هو شاف النتيجة خلال خمس أيام كان الموضوع اختفى فهي صراحة للإيدين ممتازة مش محتاجة تجيبي هند كري مش محتاجة تجيبي حاجة لرجليك هي لكل حاجة شغالة معاك زي الفل وبترطب حلوة قوي وبتدي إحساس نظارة للبشرة بتخلي الجلد الوزة يختفي بتعمل كل حاجة البشرة محتاجاها زي ما قلت لكم كل اللي معايا النهاردة هما نفس الأداء دي بزيت الزيتون راحتها مش زيت زيتون خالص راحتها عاملة زي ما تكون الورود البيضة على أخضار كده راحتها كلين قوي وزهرية جميلة قوي وزي ما أنتوا شايفين هي خلصت في 1-24 اللي هي الشهر ده خلصت لكن الزبدات ملهاش صلاحية ودي تجربتي أنا وبرحتكم بردو يا جماعة أنا عندي من بسا البادي حاجات خلصانة بقالها سنتين اكسبارد المفروض لكن هما لازم يكتبوا صلاحية علشان خاطر الحاجات دي لازم يكتب لها صلاحية وده من يعني من الناس اللي بتشتغل في الموضوع ده فهما معايا زي الفل الأفوكادو راحتها خضرة زي ما قلت لكم في البادي يوغرط لكن هي في الزبدة انتنسة أكتر فراحية الخضر فيها أقوى وإحساس الزيت فيها أعلى كل الزبدات دي داخلها زيوت يعني مثلا لو الأفوكادو فها فيها زيت الأفوكادو بالإضافة الفيتامين إي زبدة الشياء وزبدة الكاكاو والبقين نفس الكلام المورنجة بقى هنا هي فيها إحساس المورنجة ظهرت المورنجة رهيبة وطبعا هي ما بقيتش تنزل مصر وثبتها رائع ثبتها لتاني يوم سواء بقى انت لقيتها في أي ستور في مصر لو انت من برى مصر ولقيتها لحيتها قدي الروايح دي روايح نظافة بتديكي إحساس ان انت نظيفة وافتر شاور رهيبة ان انت تبقي راحتك كده المورنجة من الزبدة القليلة قوي عندهم وتكاد تكوني الوحيدة من تجربتي أنا يعني أنا ما جربتش طبعا كل حاجة بس اللي أنا جربتهم اللي بتقعد تاني يوم الريحة فيكي وريحة زهرية نعمة خضرة تجنن رهيبة 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 وبتخلي الجلد نقي ونظر وكأنك عارفين جلد البابي تحفى وبعدين بترجع لون الجلد لطبيعته الجلد بتشرب حلوة قوي وبترطب حلوة قوي طبعا وانت بتحطيها بتصبري بس عليها خمس دقيق قبل ما تتشرب مش بس المورنجة عمتا الزبدة اللي معايا كلها النهاردة وبعد كده بتلاقي جسمك على مدار الاستعمال بتستعمل يا جماعة هل أنا مثلا كل وضوء بحط منها لأ عشان ما بقاش كدابة خالص أنا ممكن أرطب بس جسمي في اليوم مرة واحدة ممكن مرتين وممكن أكتر من مرتين بس عمتا يعني أنا على حسب ممكن أنا كنت دلوقتي بتعامل مع الموضوع بأرياحية أكتر يمكن في قبل كده لما بدأت إن أنا أهتم وبقيت أشوف نتيجة من منتجات كويسة أو كنت ممكن بعد كل وضوء أرطب والصبح أرطب وبليل أرطب وكل شاور أرطب ففعلا كنت مهتمة يمكن حاليا أنا بتتعامل بأرياحية أكتر أنا ممكن أستعمل مرة زبدة وتاني يوم الصبح مثلا أحط بادي لوشن أحط بادي يوغرط مثلا عادي جدا ممكن أرطب مرة واحدة في اليوم ممكن أرطب مرتين في اليوم مفيش مشكلة بس عمتا لو أنت لسه بدأ لا اهتمي هتشوفي نتيجة في خلال 3 أسابيع مثلا بدون مبلغة ومعلش هنا أنا يعني أهم من إن أنا أوضح لك الروايح وده 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 كده كده إن شاء الله لو روحت الوسطور هتشموا هتشوفوا هتجربوا أنا عايز أقول لكم تاخدوا بالكو بس من حاجة مهمة جدا في الشيرة إن البرتمانات كلها شكل بعضها العلاب كلها البادي لوشن إذا أي حاجة هتلاقيها تحسها كلها نفس السيم كده ونفس الشكل إقرأي اللي عليه إنت بشرة إيه إنت بشرة دغنية أو يبقى أنت هتجيبي حاجات للنورمال سكن أو مثلا من النورمال سكن حلو يبقى ديها هتاخد منها ترطيب خفيف أي إن كان هي بإيه ممكن تلاقي مكتوب عليها أن هي مثلا بالشاة بس ترطيبها قليلا ممكن تكون مثلا المكتوب عليها أن هي بالألموند ملك يعني أنا جبت زبدة قبل كده كانت بالعسر والألموند ملك كانت سيئة جدا جدا معي خفيفة جدا ولا لها لازمة وعندي برضو الألموند ملك خلصتها بس انستت أوريكم البرتمان بتاعها رهيبة جدا بس الفرق إن مكتوب على واحدة أن هي من يعني نورمال سكن تو دراي سكن واللي عجبيتني مكتوب عليها دراي تو اكسرا دراي سكن فهمتوا بقى الفكرة هي متصنفة كده فممكن تلاقي بادي لوشن حد أنا مثلا بقولك ده بزدة اللوز حلو جدا أو بحليب اللوز حلو جدا فأنت تروح تجيبي برضو حاجة بحليب اللوز تلاقي وحش جدا ليه؟ لأن هم مصنفين مش أنواع ولكن تصنيفات كدرجة ترطيب فهو ده اللي ممكن يخليك تقولي عليه وحش قوي وخيني يقول عليه حلوة قوي أو العكس فخدوا بالكم هتشتري أي حاجة سواء أنا ذكرتها النهار ده أو حاجة تانية من الستور بصي هي مناسبة لأنهي بشرة ده مش بس كده ده لو أنت لقيت مكتوب عليها Dry to Extra Dry Skin مثلا هتلاقي تحت فيه عدد ساعات الترطيب اللي مكتوب عليها 96 ساعة ترطيب غير اللي مكتوب عليها 48 ساعة ترطيب برضو هي الاكسترا مستريزر يعني هتلاقي مكتوب عليه 96 ساعة مكتوب عليه 48 ساعة لا هتلاقيه آه مكتوب عليه من البشرة الجفة شديدتي الجفاف لكن ترطيبه أخفي شوية فبرضو ممكن ميبقاش مرضي بالنسبة لك فاقرأوا التفاصيل اللي مكتوبة لأن هي كل حاجة مكتوبة عند زبادي شوب ليها معنى ولها دلالة في المنتج نفسه هو ده اللي أنا كنت أحبب أكتر إن أنا أكد عليه في الفيديو أكتر من الأنواع لأن أنا تقريبا جايبة هو نوع واحد كله اللي هو ترطيبه عالي جدا أقصى أنواع الترطيب سواء في البادي لوشن أو في البادي بطر فيعني لو أنت زي حالتي اعتمدي يعني اعتمديهم إن شاء الله في الترطيب هيعجبوك جدا حاجة كده من الآخر خليني برضو أوضح نقطة مع لش أنا هرغي كتير إنه فكرة الترطيب أصلا في زبادي شوب معتمدة أكتر على كواليتي المنتج نفسه يعني أنا حتى المنتجات عندي اللي أنا مخدتش منها ترطيب حلو أنا خدت منها نظرة حلوة وأول حاجة أنا لاحظتها يعني أنا المنتج لما عجبني شو بقيت أستعماله على الرجلي لا ريحة كان من وجهة نظري كده لا ريحة ولا ترطيب ولا حاجة خالص وشفت تأثيره على الرجلي مع إن أنا أصلا برطب رجلي ومع إن أنا عندي منتجات متخصصة للقدم وعندي زبدات قبل كده جربتها الرجلي بس أنا حسيت إن فيه أداء مختلف للزبدة دي حسيت إن الرجلي قديتني إحساس مختلف يعني أنا بستعمل حاجات كتيرة هو أكلمكم عنها فلاقيت إنه فيه نظارة شكل الجلد نقي عارفين الجلد نقي يعني تحس إنه هو جلد زي جلد البيبي كده فحقيقي إنه هي جودة يعني اتفقنا أو اختلفنا على درجة الترطيب الريحة البكتج حتى السعر ما علينا دي وجهات نظر واختلاف أكسام لكن أنا متأكدة إنه كلنا مهما جربنا حاجة أو حاجة مش مناسبة لزوقنا أو لدرجة الترطيب اللي محتاجينها كلنا أنا أتفق إنه فيه نظارة حصلت وده لإن أنا سألت ناس وفيه ناس لما أنا جربته وقاله تمام قلت تمام وراح وجربه على تجربتي نفس الكلام قالوا لي إحنا جلدنا بنحس فيه حاجة مختلفة إحنا مش عارفون نستعمل حاجة تاني وأنا عايز أقول لكم إنه من الحاجات الكاريسية اللي عملتها فيها زبادي شوب إنه فعلا رغم إنه أنا عندي بسند بادي وركس وهي رائعة ترطيبه وتعطيره كل حاجة وأرخص اللي إنه ما أنتش عارف فأرجع أستعمل بسند بادي حاصة في الشتاء لإن أنا زبادي شوب تحفى 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 ومن الحاجات برضو اللي أنا حابة إن أنا أتكلم عنها هي مرتبات الشفيف عندهم سواء الستيك سواء البرتمان أنا بالنسبة لي لاتنين نفس الكلام هو واحد مص كليلي بتحطي بالليل اللي هو طبعا البرتمان والستيك عادي بترطبي به شفيفك وانت رايحة وانت جاية الحقيقة عن الستيك ده أنا أول ما جربته انبهرت انبهرت لإنه أنا شفافي بتتبهدل طبعا طول الشتاء لإنه ببقى عندي جيوب أنفية وحسية وعطس وبتاع فبقاش بقى تنفس قوي من غير من بقي فده بينشف شفافي خاصة أنه أنا نايمة بس حسطوب حلاقي شفافي صعبة جدا فطبعا المسك الليلي بيساعد في الكصة دي بس أنا لسه جايباه مؤخرا مستعملتش زمانتو منه شايفيني يعني مستعملتش منه كتير بس هو بالنسبة لي لو أنا عندي لبستيك حطته بالليل هيديني نفس الأداء هو مش وحش هو رائع بس يعني لو لقيت اللبستيك جميل لو لقيت البرتمان جميل والبرتمان عادي أنا ساعة الصبح أحطه عادي جدا ما فيش مشكلة هو يعني بحس حسى الستيك استعماله أسهل وشكله أحلى ومش برتمان بقى وكده يعني أنا فكرة أن أفتح حاجة وقفلها وكده ممكن تبقى بايخة شوية بس بصراحة الاتنين رائعين بس الأرخص طبعا هو الستيك فعشان كده يعني لو لقيته هاتي ما تتردديش طبعا هم عاملين عروض دلوقتي يعني أنا لو نزلت أكيد أكيد هجيب عرض من اللي هو الستيك هجيب مثلا هم اتنين وعليهم واحد زائد أنه فيه خصمة أصلا 60% فأنا شايفة أنه تحفى عجبوني جدا جدا يا جماعة من أكتر الحاجات العلاجية زبادي شوب يا جماعة براند علاجي وأنا أبصم له بالعشر على ده براند بيعالج المشكلة اللي هو بيستهدفها يعني أنت عندك مشكلة هو يعالجها بس هو دل أنا قدر أقوله لكم فأنا حقيقي جربت يورياج جربت طبعا يورياج طبعا كان غالي جدا أنا معرفش دلوقتي ممكن يكون أعدل 600 جنيه مرطب الشفافة بتاعي يورياج وكان دكتور اللي قال عليه ولا عمل معي الهوى ولا سأل فيه أصلا ولا عالج معي أي حاجة فكني أن أنا أجيب من زبادي شوب حاجة وأنا الشتة ده كانت شفافة في حالة أسوأ ما يكون ممرتش بدأ قبل جدا الدرجة تانية بتنزف من كتر ما هي جفة وكنت جايبا لأنه هو في عرض فاجبته وخلاص فاهمين؟ كأي مرطب شفافي وخلاص يعني هو بسعر بيزلاين أبهرني بجد فهو علاجي من الدرجة الأولى فبرضو من الحاجات اللي أرشحالكو جدا جدا هو غاني برضو بالشيا وفيتامين إي وذبة الكاكاو وفيه طبعا زيت الأفوكادو حلو جدا 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 فبرضو أنصحكو بيه جدا وبس كده وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص يربي يكون الفيديو عجبكو يربي يكون كان مفيد بالنسبالكو أنا عارفة أن الرغي فيه كتير شويتين بس يعني أنا كنت محتاجة أقولي الكلام لشان يكون ضميري مستريح وبكده أكون سهلت عليكي يعني أظن يعني كده وإن شاء الله يكون فيه فايدة ليكو أكون سهلت عليكي الاختيار وما أربطكيش بس بالأنا جايباه لأن زي ما قلت لكم أنا يعني بعرف أنا عارف محتاجة إيه فبجيبه لكن ممكن ده بيكونش مناسب لحد تاني فأنا اللي يهمني أن أنت لو هتشتري تشتري المناسب ليكي مش اللي أنا جبته وممكن بيبقاش مناسب ليكي يعني في النهاية هم ندفع فلوس وفلوس مش قليلة فيه ربي يكون الفيديو عجبكو لو فيه أي استفسار لو فيه أي حاجة مش هو تحاسبو لي في التعليقات السؤال وأنا أرد عليكم إن شاء الله وإن شاء الله يكون المفيد كان الفيديو كان مفيد بالنسبة لكم بس ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك والدعوة الحلوة أكيد دمتم بخير ودمتم جميلات سلام عليكم